اهلا وسهلا بكم في التطبيق الاول لدورة تعليم برنامج اندزاين طبعا في هذا التطبيق سنتعلم كيفية تصميم مجلة مبسطة طبعا بنفس الوقت تحمل لمسات احترافية هذه المجلة طبعا تحتوي على 12 صفحة وطبعا ملاحظة لو اريد نعمل مجلة لابد ان تكون عدد صفحاتها ان يكون من مضاعفات الرقم 4 4 12 8 وهكذا اذا لاحظ ان الرقم 12 هو من مضاعفات الرقم 4 فجيد جدا طبعا هذا الغلاف وطبعا في الغالب يعني في اغلب المجلات وخصوصا المجلات الاحترافية يكون الغلاف هو جزء من صور المجلة مجلة اذا لاحظ انه في مواضيع المجلة راح نلاحظ هذه الصورة طيب هذا الغلاف اسم المجلة هو نداء الغد طبعا عدنا هنا هذه الصفحة الاولى اللي هي CV وهنا عدنا صفحة الافتتاحية عدنا هنا صفحتين عدنا هنا هاي الصفحتين اللي هي بها موضوع لقاء طبعا وطبعا هذا عبارة عن مجموعة نصوص والوان اهنان عدنا ايضا موضوع يتكون ايضا من صفحتين هذا ايضا احدى مواضيع المجلة يحتوي على صورة كبيرة مع موضوع وطبعا النص منسق على شكل وارب اللي تم شرح هذه التقنية من خلال المحاضرات السابقة اهنان عدنا النص يحتوي على سترك اهنان طبعا هذه الصورة اللي هي تم صنع الغلاف من عدها اه هذا الموضوع عبارة عن صورة وايضا عدنا هنا نص وطبعا النص موزع على صفحتين واللاحظ ايضا الموضوع هو يتكون من صفحتين وعدنا هنا السيارة معمولها تقنية الوارب اهنان في الختام عدنا هذا بوستر بسيط لا لجهل اقرأ لورية مستقبلك الان وطبعا الغلاف الختامي مع الغلاف الاول تم صنعه بواسطة الفوتوشوب ورح نتعلم ان شاء الله من خلال هذا التطبيق كيف ندمج الفوتوشوب مع الاندزاين ونصنع هذه المجلة نبتدأ بالبداية بالافتتاحية ومن ثم نرجع نصنع الـ CV في الاخير طبعا اذا لاحظ انه هذه الصفحة رقم واحد هذه الصفحة رقم اثنين الافتتاحية رح تكون بالصفحة رقم ثلاثة نفتح الاندزاين طبعا نضيف مشروع جديد هذا المشروع رح يكون طبعا بقياس A4 ورح يكون بنظام عربي وطبعا الـ orientation رح يكون طولي رح يكون عدد الاعمدة واحد عدد الصفحات رح يكون 12 ومن ثم اوكي طبعا هذا اول صفحة رح تكون اللي هي الغلاف وطبعا عدنا هنانا هذي اللي هي CV وهنانا عدنا الافتتاحية طبعا هذه الصور اللي هي رح نعمل من خلالها المجلة وهنانا عدنا هذا الفونت وطبعا اكو فونت بعد اخر اللي هو فونت أبدلاين رح يتم ارفاقها مع هذه الصور حتى يقدرون تطبقون من خلال هذه المجموعة طبعا نضيف الصورة هذه الى الاندزاين نضيفها في هذه المنطقة وطبعا رح نضيفها مبدئيا بهذا الشكل جيد ولكن رح نكبرها طبعا نخليها بالمنتصف ونضغط Ctrl و Shift مثل ما نوهنا بالمحاضرات السابقة حتى تكبر الكتلة مع الصورة ورح نخليها بهذا الحجم بحيث انه هذين الورقتين يكونن مع اطراف الصفحة مثل ما نلاحظة هنا عندنا هذه الصفحة اطرافها هذا باللون الاسود طبعا الصورة كبيرة ممكن تصغر تصغر اكثر وايضا تحتاج تصغير بعد اكثر ممتاز وممكن نصغرها اكثر يكون اجمل جيد جدا جيد جدا طبعا بعد ما تحجمنا الصورة نجي نصغر الفريم بحيث يكون على نفس حجم الصفحة طبعا نضغط على الصورة Click 1 وهذا الفريم اللي هو باللون الازرق نخليه بهذا الحجم وطبعا ايضا بهذا الحجم يكون مع اطراف اللون الازرق واهنانا ايضا مع اطراف اللون الازرق جيد جدا طبعا نجي هنا نكتب بهذه المنطقة نصنع كتلة كتلة نص ونكتب الافتتاحية باللغة العربية طبعا نكبر حجم الهص مثلا نخلي 60 ونختار الفونت اللي اتفقنا عليه اللي هو اسمه GEST هذا الفونت اللي هو راح يتم اعتماده بالعناوين في هذا التطبيق طبعا نكبر حجم النص ونغير اللون الى لون البيض جيد جدا نخلي النص بهذا الحجم او ممكن يصغر اكثر بعد طبعا نجي على اداة الت ورح نصغر حجم النص ورح نخلي بهذا المكان طبعا ممكن انه يعني نخلي الفريم بنفس حجم الصفحة البيضة هذه وطبعا نضلل النص ونخلي توصيط حتى يكون بتوصيط الصفحة طبعا نصنع كتلة هذه الكتلة رح نكون بهذا المكان ورح يكون بها النص الخاص بالافتتاحية طبعا هذا النص رح يكون type ونجي على full with placeholder text طبعا رح يكون نص افتراضي لان المجلة هي افتراضية فقط للتطبيق نغير نوع الخط الى الخط اللي هو upline bold ورح نخلي حجم الخط رح يكون 14 وممكن نعمل للناس adjustify او ضبط عملية الضبط وطبعا ايضا ممكن يكون نجي على حرف البي ويكون الاعمدة عمودين ممكن وطبعا نصغر النص بهذه المنطقة تمام جدا لو نجي نضغط على حرف ال W ممتاز جدا الافتتاحية نجي الى الموضوع الثاني اللي هو هذا الموضوع لقاء العدد رح نعمل هذا الموضوع طبعا هو موزع على صفحتين رح نضيف شريط هذا الشريط رح يكون بهذا الشكل وطبعا رح يصعد الى الاعلى بهذه المنطقة مثلا ورح نضيف لون اللي هو هذا اللون طبعا ورح يكون بلا مخطط تفصيلي جيد لدينا هنا مكتوب لقاء العدد نكبر النص ونغير الفونت الى الفونت اللي هو جي اي است مثل ما اتفقنا اللي هو هذا الفونت رح نخلي مثلا بهذه المنطقة ورح نضيف خط هذا الخط رح يكون مثلا الى نهاية الصفحة رح يكون هذا العنوان جيد نضيف كتلة نص ممكن نرجع نضغط على الو حتى نشوف الهامش حتى نضبط النصوص مثلا في هذه المنطقة وطبعا نضيف نص من تايب ونجي الى فل وذ بلايس هولدر تيكست طبعا نعمل جست فاي للنص ورح يكون حجم الخط 14 ونوع الخط رح يكون أبد لين هذا bold نكبر الورقة قليلا حتى نشوف ممتاز فقط انه رح نزيد بمسافة تباعد الاسطر مثلا رح تكون 18 او ممكن تكون 20 طبعا 21 ممتاز جدا رح نزيد من عدد الاعمدة من 1 الى 2 مثلا نحدد الناس ونروح على البرغراف ونزيد من عدد الاعمدة جيد جدا طبعا بنفس الوقت هذا النص نستنسخ الكتلة ونخليها بهذا المكان طبعا للتنويه هذه المجلة هي مجلة افتراضية لو كانت مجلة حقيقية نستنسخ النص المطلوب ونلسق بهذه الكتلة الخطوة التالية نستنسخ ايضا هذه النصوص ونخليها بهذه المنطقة طبعا وطبعا نحدد النص ونغير لون النص الى لون ابيض وطبعا من بارغراف رح نخلي عدد الاعمدة اربعة باعتبار كل ورقة عمودين ورح نزيد من المسافة الفاصلة بين الاعمدة اللي هي القتر ممتاز رح نقلل من الارتفاع مثلا بهذا المقدار وطبعا نضيف كتلة طبعا الكتلة اذا اضفناها هنا رح تكون محبوسة بداخل هذا الشكل اللي هو الشكل المستضيل رح نضيفها بالاعلى وطبعا رح نخليها بهذه المنطقة وننزلها نسحبها الى الاسفل ونكتب نص معين ورح نكتب مثلا هنا هذا النص هو لالدكتور حجم النص مثلا رح يكون 36 او ممكن 30 ونختار الفونت اللي هو تم استخدامه بالعناوين وطبعا رح نختار لون النص رح يكون أصفر وممكن انه ننضي توصيد الى النص نزل الفقرة وطبعا ايضا رح يكون هنا عندنا هذا النص خاص لشخص اخر ممكن هنا رئيس قسم الكهرباء نخلي قوس و هنا نخلي قوس ممكن طبعا هذا النص رح نخلي في هذه المنطقة وطبعا هذا العنوان رح نصعد بالأعلى ورح نغير اللون الى اللون المعاكس اللي هو هذا اللون طيب وطبعا هذا النص رح نخلي بهذه المنطقة ورح نضيف نص بهذه المنطقة ورح نكتب مثلا عميد كونترول اي رح نخلي محاذاة الى اليمين وطبعا رح نصغر الكتلة بهذا الشكل طبعا وممكن تكون بهذا الشكل ايضا ورح نضيف لها وارب حتى يبتعد النص من خلالها طبعا رح نغير لون الفونت الى اللون الازرق وطبعا ممكن انه نقلل من الكتلة حتى يصعد الناس الى الاعلى او ممكن نسحبها الى الاعلى ممتاز جدا طبعا لو ضغطنا على المفتاح W لاحظ انه تم تصميم هذه الصفحتين بطريقة ممتازة جدا طبعا تم تصميم الافتتاحية ولقاء العدد المتكون من صفحتين طبعا حتى لا يكون حجم الفيديو كبير رح يكون هذا التطبيق من عدة محاضرات نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر